الموقف الأردني السياسة الخارجية الأردنية تتسم بالمرونة ممزوجة بصلابة المواقف حول الثوابت السؤال المطروح الذي يجب أن يسأل حقيقة هو السؤال الجواري هل الأردن تجاوز وتعدى الثوابت بهذا الأمر؟ ولان إذا أريد أن تتحدث عن مسألة التطبيع هل يمكن أن نتعرض الضغوط في ورشة البحرين؟ أي تفاعل بين أي دولتين سوف ينتج نوع من الضغوط والتأثيرات الآن أنا وظيفتي كدولة كيف بدي أحتوي هذا الضغوط كيف بدي أنا أعيد ضبط الأمور كيف أنا بدي أخلقها مش حركة لأنه في نهاية المطاف شو اللي على المحك؟ اللي على المحك مصالح الاستراتيجية ومصالح الاستراتيجية واحد من المصالح الاستراتيجية هي متعلقة في القضية الفلسطينية والدولة الفلسطينية اللي على حدود الرابع من حزيران والقدس بهذا الجانب بدي أسأل سؤال أنت بتحكيني ورشة البحرين كما الأردن ما هو داخل في العملية السلمية ومرتبط في معاهدة مع إسرائيل بهذا الجانب إذا العلاقة مع إسرائيل معضلة بهذا الجانب وأمر ثاني الأردن هل الأردن هو صانع القرار الرئيسي في القضية الفلسطينية؟ هناك أيضا أطراف عربية أخرى وهناك الجانب الفلسطيني بهذا الجانب يعني هنا لا أستطيع أن أختزل فقط عملية صنع القرار والموقف النهائي في الأردن الأردن طرف مهم بهذا الجانب بهذا الاتجاه بهذا الأمر كثير من الدبل العربية وافقت على الحضور بهذا الأمر بغض النظر وقد يكون إعلاميا لها موقف مغاير وقد يكون إعلاميا لها موقف مغاير ومع ذلك لأنه هناك أيضا أبعاد أخرى في العلاقات الأردن الدولية يجب أن تأخذها في عين الاعتبار في عين العسبان في هذا الجانب هناك من يقلق أن ورشة البحرين ستقدم قد تقدم خطط اقتصادية للمنطقة ووعود اقتصادية للمنطقة وأنها قد تؤثر على رأينا هنا أو هناك أو رأيي البعض على الأقل رأيي الشارعين صح التعبير اللي اليوم هو رافض خلينا نحكي لك شيغلي بالمناسبة الناس يجب أنها شوية ترجع ذاكرتها إلى الخلف تعرف الخطة الاقتصادية الآن هاي بتحدث عن 50 مليار في التسعينات بالمناسبة يعني هو كوشنر مش جايب شي جديد في التسعينات يما أسست ما يسمى بالمفاوضات المتعدل الجنسية كان فيه هناك لجانب تسعينات كان المطروح تأسيس بنك دولي برأس مال 100 مليار وكانت هناك خطط بمئات المليارات هل هذه الخطط يا سيدي أثرت على الموقف الأردني؟ انسى في هذا الأمر الآن في العلاقة الثنائية الأسرائيلية كم مشروع مقترح بمليارات الدولارات؟ قناة البحرين، الوصول إلى حيث وغيره هل هذه المشاريع أثرت على الموقف الأردني؟ وهل هذه المشاريع تجاوزت الموقف الأردني؟ وهل استطاع الأردن أن يتجاوز الموقف العربي الرسمي؟ طيب ما أحسب لك يا تعال حسبة بسيطة المشاريع المقترحة بين الأردن وإسرائيل والفلسطينيين من وين نتجت؟ نتجت من هذه المفاوضات المتعددة حجم المشاريع المقترحة يفوق المليارات هل ناقل البحرين؟ هل استغلت إسرائيل للضغط على الأردن رغم أن الأردن بحاجة إلى الطاقة والمياه هل غير الموقف الأردني من قدس من الدولة الفلسطينية بهذا الجانب رأيك أن المشاركة في مؤتمر البحرين لن تؤثر بالمطلق وإنما ستطعنا على المزيد فقط أنا ما أتحدث لن تؤثر في المطلق أي تفاعل بين دول يفترض أنك المشاركة الأردنية نوع من التنازل المشاركة الأردنية الآن التمثيل مستوى التمثيل نوع من الرسالة إلى الجانب الرأي العام أنت بدك تحاول يعني كيف بيقوله بدك تأيير دقيق حقيقة لسلوكه خاصة أنا ما أحب تبسيط الأمور السياسية الصراع العرب الإسرائيلي بشكل فلسطيني صراع معقد بأبعاده الإقليمية والدولية بهذا الجانب بهذا الاتجاه